هنبدأ أخبارنا سريعا بتتويج جديد بيحصل كل يوم وبطولة وكل يوم إنجاز الحقيقة وبعد الفوز ببطولة الدورة للطايرة رجال وبطولة الدورة لكرة القدم طبعا وبطولة والسوبر السلة سيدات وعندنا دورة كرة الطايرة سيدات النهاردة بطولة جديدة لطائرة الأهلي السيدات اللي فازوا بطولة كاس الطايرة للفوز على نادي السيد 3-0 علشان يحققوا الثنائية وحققوا بطولة الدورة والكاس وكعادة الأهلي ملوك الصلاة في كل الألعاب مباراة النهاردة كانت على صالة الشرقية للدخان اللي فارقنا قدم طبعا عرض قوي ومميز وظهر بشكل لائق الحقيقة ولافت وفاز بثلاث أشوات بدون رد بفضل الدربات الساحقة والإرسال القوي وأيضا الإعداد الجيد من قبل طبعا لعبتنا كمان التركيز الشديد على حسم المباراة ونتيجة الأشوات جاءت بـ 25-18 25-20 و 25-13 الفريق بدأ المباراة بشكل هجومي بعد ما دفع المدير الفني حمدي الصافي بالفريق الأساسي من البداية علشان يحسم المباراة ويتوج في النهاية بالبطولة كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على أنه يحضر هذه المباراة ويؤازر اللعبات أمنام الصيد كمان فريق طبعا كان برفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي سيد رقوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي كلهم حرسوا النهاردة على الحضور برفقة كابتن محمود الخطيب مساء اليوم لصالة نادي الشرقية للدخان بيأزروا الفريق الأول لكرة الطيرة سيدات أمام الصيد طبعا دي المباراة النهائية لبطولة كاس مصر انتهت بفوز الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم بـ 3 أشوات نظيفة بيتوج الفريق باللقب وبيجمع بين التنائية كابتن الخطيب النهاردة بيوجه التهنئة وأشاد بالأداء المميز والانضباط الفني للسلوكي والسلوكي والجهد اللي بذلوه طبعا الجهاز الفني واللاعبات في كل المباراة كمان رئيس النادي أكد انه الجمع بين بطولتين دوري والكاس بيحمل اللاعبات مسئولية أكبر مسئولية كبيرة في المرحلة اللي جاية علشان يستمروا في التتويق بالبطولات وده اللي بيحتاج إلى طبعا جهد أكيد مضاعف وتركيز كبير من قبلهم وأكد ثقته في إخلاص سيدات الطائرة وجهاز الفني وكل عناصر المنظومة الحقيقة وقدرتهم على الاستمرارية الاستمرارية في الطريق الصحيح اللي تعود عليه الأهلي وجماهير وكابتن هي